السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في درج جديد من دروس عليم البرامج الهندسية هذا الشرح سيكون بعنوان طريق تحفظ ما النطق معينة من خارطة والذهاب اليها بكبس زر وهذا على برنامج AutoCAD اولا اقوم باستيراد خارطة او اي او مخط او اي شيء مثلا اقوم باستيراد هذه الصغر هذا بالإنسرت ارسل image reference هذه الصغر image open اوكي وقوم بوضعه هنا واضغط على انت جميل انا هذه الصغر التي اريد ان اقوم بحفظ اماكن منها والتنقل فيما بينها جميل انا على سبيل المثل اريد ان اقوم بحفظ هذه المنطقة كل ما علينا القيم به هو الذهاب الى view manager اذهب الى شرط العظم اقوم بدخل اختصار V يعني الحرف V اضغط انتر ستظهر لنا هذه النفيدة اأتي الى new ثم اأتي الى ادخال اسم المنطقة واسم المشهد مثلا اقوم باسمته place1 place01 ثم اأتي الى هذه الايقونة اضغط عليها اختار المنطقة التي اريدها مثلا هذه المنطقة اقوم بالتحديد عليها اقوم بتعيين نفيدة هكذا لاحظ ان النفيدة لا تظهر جيدا لان الصورة لا تسمح بذلك هكذا اضغط انتر أوكي اوكي品 Parkinson hello اذهب الى هنا قائمة düze وذلك عن طريق Assessment view وذلك عن طريق الذهاب هنا من هنا ثمuezесть غير اختر هدونا توفض هذا الكلمات و checked that the source is below view ثم اختر forgot from here قمت بانشانه لنا اضافتة المشهد الذي قمت به انشاءه الزغط عليه، استعennial coli اضغط وضيط ان تأخذونا مباشرة الى منطقة التي تكون بحفظها under librarians and enter وعداء انتر و اعمل منطقة اخرى اختار منطقة اخرى مثلا اختار هذه المنطقة مثلا اختار هذه المنطقة هكذا هكذا انتر اوكي اوكي اقوم بالترجع هكذا هكذا مثلا ثم اذهب الى هذه القائمة اضغط هنا لاحظوا تم تكوين المشهد الثاني اضغط عليه لاحظوا كيف تم الذهاب مباشرة الى هذه المنطقة نفس الشيء اذهب الى هنا اختار place 1 كذلك تم اخذنا الى المنطقة الاخرى يعني تم التنقل بكل اريحية بين هذه المنطقة ونفس الشيء اعلى المخططات الخاصة ببرنامج الاطوكات مثلا اختار منطقة اتيت لشريط الهوامر اقوم بإدخال v enter مثلا من هنا new مثلا اقوم بإدخال تسمية p1 من هنا اختار define واختار اي منطقة على سبيل المثال اختار هذه المنطقة مثلا هذه المنطقة هكذا لاحظ ان النافذة الان تظهر بوضع enter اوكي 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 كال small views لاحظوا تم تكوين المشهد الذي قمت بانشائه p1 لاحظوا كذلك كيف تم الذهاب مباشرة الى هذه المنطقة توجد طريقة اخرى كذلك للذهاب الى هذه المنطقة وهو عن طريق ادخال الاختصار v g او enter وأقوم من هنا بكتاب اسم المشهد مثلا في حالتي هو p01 enter لاحظوا كيف تم الذهاب مباشرة الى هذا المشهد عن طريق ادخال اسمه الصحيح باختصار هذا هو الدرس لتبخلوا علينا بدعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة